موضوع مهم جداً ونهو راهنية كبيرة في بلادنا الاعتبار أن صدر مرسوم جديد ينفطر قطاع الصفحات العموبية بالمولايات طبعاً هو موضوع مهم لعدة اعتبار طبعاً نعرف أن الدولة المغربية المستثمر الأول وهو هنا قانون مهم ثم مسألة أخرى أنه قانون صدر بصغة مرسوم أن بصغة أخرى الإدارة تشرع لنفسها طبعاً هذا يحيلنا إلى قضية أوسع في مجال القانون الدستوري وهو مردع الفصل ما بين السلطات فصل بين الوظائف أو بين الوظيفة التشريعية والتنفيذي هنا في مجال مرسوم الصفقات العمومية لن نتحدث عن التشريع الفرعي ولكن بتشريع بكل مال الكلمة من معنى الإدارة أو الحكومة أو الصفة التنفيذية تشرع لنفسها وهذا يعطي معنى للوصف الذي أعطاه أحد المفكرين الدماركيين وهو موغنس هانسن حول مبدأ فصل الصراط الذي أصبح من زاوية نظره مجرد خردة دستوريا على اعتبار أن كثرة الاستثناءات يعني أضاعت هذا المبدأ على مستوى التنفيذ طبعاً لكن الجانب الذي أود أن أتقاسمه معكم اليوم هو دور الإدارة الإلكترونية على مستوى أو على الجانب متعلق بضمان شفافية إجراءات ومساطر إبرام الصفقات العموم الفعلاً الإدارة الإلكترونية تضمن هذه الشفافية كما هو معلن عنه خصوصاً على مستوى اختيار المتنافسين طبعاً المرصوب أو القانون الصفقات العمومية هو قانون إجراءات ومساطر والمساطر ليست غاية في حد ذاتها وإنما غايتها الأساسية هو تقييد وتسييج الإدارة حتى تنظى بكل القانون بمعنى التضييق من نطاق السلطة التقديرية ونحن نعرف أن القضاء الإداري بالمغرب يوسع من مجال السلطة التقديرية على قولة الإدارة في الجوالب الفنية والمناسبة هي مثلاً الصفقات العمومية المتعلقة بالدراسات هذا مجال فني والرقابة على قرار الإدارة بخصوص إسناد الصفقات بشأنه هو من الناحية العملية يصعب جداً مثلاً لأن الفصل أو البدن يوم الرابع من مرسوم الصفقات العمومية المتعلقة بصفقات الدراسات تتكلم عن تقييم الجودة التقنية وتمنح للإدارة سلطة تقديرية واسعة على مستوى هذا التقييم يعني تنقيط ملفات مترشحين تنقيط الدي بروفايل إلى غير ذلك وهذا يمنح كمرحوم سلطة تقديرية واسعة للإدارة وبالتالي يصعب مراقبتها من زاوية مرسوم الصفقات العمومية التي يضع إجرافات ومساطر عديد ونحن نعرف طبعاً الإدارة الإلكترونية ظهرت في صيارة ما يسمى بسياسات الإصلاح الإداري من أجل طبعاً تخليق المرفق العام وتسريع الإجراءات وتجسيد أو ضمن جودة القرار الإداري إلى غير ذلك طبعاً هذه الأداب تحققها الإدارة الإلكترونية لكن السؤال الأساسي هل تضمن أشياء طلبية وطبعاً يزداد الأمر تعقيداً عندما تعتمد الإدارة والتطبيقات الرقمية من أجل اختيار مثلاً المتنافسين إدخال هذه التطبيقات أو إدخال إليها مجموعة من المعايير ومن المحددات وهي التي تقوم باختيار مثلاً المتنافس الأكثر الذي يقدم مثلاً الملف الأكثر جوداً إلى غير ذلك كيف يمكن مراقبة الإدارة من هذه الأدابة؟ طبعاً لنا نعتمد على هذه التطبيقات الرقمية وقد يكون وسيلة للتهرب والتحمل المسؤولية وإسنادها إلى آلة وبأن رجل الإدارة أو رجال الإدارة لا يتحملون أي مسؤولية في هذا الجنب طبعاً السؤال آخر المهم هو هل القضاء يمكنه مراقبة هذا الأمر؟ عندما تعمل الإدارة إلى استعمال تقنيات الرقمية في إتخاذ قرارات في مجال الصفقات العمومية طبعاً لنا هناك حديث على تبسيط المساطير وتبسيط الإجراءات وننسى أن هذه المساطير والإجراءات كلما كانت واضحة وكان في يوم وجودة كلما قمنا عمل إدارة في نطاق القانون وضيقنا كما قلت سابقاً من نطاق تلك السلطة التقديرية طبعاً النموذج البيروقراطي أو التدبيب البيروقراطي تعرض لانتقاضات عاددة وعتوبرة بأنه مثلاً قبل المفكر القانوني المهم جداً هانس كيلسون اعتبر النموذج البيروقراطي بأنه يعرق العمل الإداري ويقيم مجال تحرك الإدارة أو مثلاً ميشيل جروزي الذي انتقاض كذلك الإجراءات البيروقراطية وقال أنها يمكن أن تؤدي إلى نشوف بنيات موازية داخل إدارة استعمل إدارة لخدمة مصالحها الخاصة على حتاب المصلحة العامة لكن بالمقابل الإجراءات البيروقراطية مهمة وماكس بيبر الذي تولى اتفاع عن هذا النموذج بقوة كان وعياً بذلك وقال بأن كيفما كان حال البيروقراطية هي التمن الواجب تأذيته لكي ننعم بإدارة ضبط للخانون طبعاً على مستوى مجموعة من النماذج التطبيقية التي طوحت فصلاً على القضاء الفرنسي كيف تعامل مع بعض الإشكالات التي يفرز اعتماد إدارة على التطبيقات الرقمية في اختيار مثلاً ويهمنا هنا مجال صفقات عمومية في اختيار مثلاً المتنافس أن يقدم العرض الأكثر ملاءمة من الناحية الاقتصادية طبعاً مرسوم الصفقات يقيد عمل إدارة على مستوى اختيار أو دراسة الملفات المالية لكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة الإدارة تتدخل وتضع كما قلت معايير وتقصي مجموعة من الملفات من الناحية التقنية أقصد من ناحية تقييم التقنية قبل الوصول إلى مرحلة العرض المالية طبعاً كما قلت عرض هذا التدريل القانوني على القضاء الفرنسي ورفض مراقبة للتطبيقات وكيف تعمل وكيف تحيد داخلها القرار اعتبرها بأنها جزء من الأعلام تحضيرية التي ليست لها أي أطار قانوني هي فقط وسيلة تساعد رجل الإدارة على اتخاذ القرار وبالتالي ليست موضوعاً لأي مراقبة وأكتفي في هذا القضاء وأشكركم شكراً جزيلاً أفسر عبدالله كواروس وأنه رحيب بكم في هذه الكنية ومدقلتكم كانت حول قانون صفحات العمليون طلبات الدارة الإلكترونية ذائماً فهو ارتباط وثيق وكلما كانت هناك عبارة إلكترونية وخاصة إذا كانت فائلة أكيد سوف تجني تمار الحكامة إلى غير ذلك ونستحضر أو نفعل مقتضايات الحكامة إذن أوفيتم أستاذ عبدالله شكراً جزيلاً لكم نمر إلى آخر مداخلة في هذا المحور هو يتعلق الأمر بمداخلة الأستاذ عبد الواحد العميم وهو بالمناسبة طالب الباحث بسلك الدكتورة في القانونان ومداخلته سوف تكون باللغة الفرنسية حاولها موضوع دور المجلس الأعلى للحسابات في كشف أو إظهار المخاطر بالطلابيات العكمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر